ضمن سلسلة قرارات وخطوات لتوطين وظائف القطاع الخاص وللمساهمة في إصلاح سوق العمل يقترح مجلس الشورى تعديل المادة السادسة والعشرين من نظام العمل والتي سوف تلزم توطين ما نسبته 75% من وظائف أي منشأة تجارية وبالأخص الوظائف القيادية القرار الذي من المتوقع أن يلقى تأييداً واسعاً من أعضاء مجلس الشورى هذه الخطوة ستحقق المزيد من الإصلاحات لسوق العمل وخلق توازن بين السعوديين وغيرهم مما يساهم في الحد من التستر التجاري وأنواع الممارسات غير الصحية بالإضافة إلى إنها أي مظهر من مظاهر سيطرة العمال الوافدة ويسري هذا القرار ضمن توجهات برامج التوطين التي تنفذها الدولة وعلى رأسها وزارة المواد البشرية سعي لتقليل معدلات البطالة وبشكل المستدام بالإضافة إلى تمكين الشباب لمل الوظائف القيادية من دوراً في صنع القرار داخل الشركات والمشآت التجارية المختلفة